الناس اللي كان بتقول إن الأهلي ضعيف عرفتم برح الأهلي قد إيه ضعيف ولا خدتوا بالكم من قوته وخدتوا بالكم قد إيه الأهلي لما بيطلع يتكلم ها؟ الدنيا بتتقلب مش عشان هو بس النادي الأهلي مش عشان هو بس المؤسسة الكبيرة المحترمة لأ عشان هو على حق عشان الأهلي لما بيطلع يتكلم ها؟ بيبقف على عرض صلبة عارف هو بيقول إيه؟ مرتب ورقه كويس قوي لو بيطلع يزعق الكابت المحمود الخطيب ولا بيتجاوز ولا بيتهكم ولا بيطلع حتى يقول إيه حاجات عكس اللوائح لا كله موسق كله بالدلائل كله مرتب كله بنقاط أنا عجبني جدا في الكابت المحمود الخطيب في الحقيقة وكلامنا هنا هيبقى مجروح لكن ده واقع بصراحة اعتبقى الشهاد مجروحة بس ده واقع الراجل بنذكر كويس قوي قبل مؤتمر واخد راحته مساحته تمام؟ عارف هيتكلم في إيه؟ وكل نقطة كان بيسترسل فيها وبيصرت فيها اللي حصل وبيوضح للرأي العام مش جمهور النادي الأهلي بس كل اللي حصل تمام؟ وقال إيه وتقاله إيه وخطواته كانت إزاي وخلى مين تكلم المدير التنفيذي؟ خلى طبعا معالي الوزير العامري فاروق كلم المدير التنفيذي للاتحاد وبعد كده بعت الدكتور سعد شلبي مدير تنفيذي النادي عند المدير التنفيذي بتاع الاتحاد عشان يرجع بالورق اللي احنا تعطلنا فيه بسبب الاتحاد المصري اللي في الحقيقة في الحقيقة يعني في موقف يعني صعب جدا جدا وهو يستحق إنه يبقى في الموقف ده بعد كل الكوارس اللي حصلت الفترة اللي فات فده أمر مؤكد لكن قوة الأهلي في إنه لما تكلم الدنيا تقلبت جمهور الأهلي مبارح هو قاعد بالليل كده في البيت بيتفرج على التلفزيونات والبرامج الفضائية اللي مبارح بصراحة يعني كلهم كلهم باستثناء برنامج واحد كلهم باستثناء برنامج واحد الناس كانوا بيتكلموا منتقى الحيادية والواقعية ويتكلموا في حق النادي الأهلي لأنه فعلا الأهلي على حق باستثناء البرنامج الواحد اللي هو كان بيتكلم على توطر العلاقة ما بين مسلماني والأهلي ده ما لكش دعوه برنامج ده خالص كده اركنه على جنب ده ما لك ده عبيد الوقت سايب الدنيا كلها والعة والكوارس اللي حصلة من الاتحاد الكرة يقول لك توطر العلاقة مع مسلماني مش قصة خليه مع نفسه لكن الإعلام الصح مبارح طلع تكلم على حق النادي الأهلي اللي أكيد أكيد كلنا خلاص بقنا حافظين كل اللي حصل وكلنا خلاص عرفنا المؤامرات اللي كانت في اتجاه النادي وقدين النادي الأهلي تأثر في نهاية دورة أبطال أفريقيا سيبك من الملعب احنا في الملعب كأهلي لا احنا خسرنا كورة عشان برضو نبقى متفقين مع بعض لكن أكيد عوامل كتير جدا قصرت على الأهلي في المطش ده وقدت أفضلية للوداد عجبني كمان في الكاتب مع حمود الخاطيب انه بارك أول حاجة بارك للوداد الفوز بالبطولة وده حقهم استخدموا أسلحتهم كلها من الصغيرة للكبير حقهم لكن بالعودة للمؤتمر فلك أن تتخيل أنك تلاقي الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي حتى الآن الحالي حتى الآن طلع في مدخلة تلفزيونية وبيتكلم وبيدافع بدون أي أسانيد وبدون أي مفهوم واضح بالنسبة له للوايح ويطلع قدامه مسؤول قديم الأستاذ أحمد مجاهد يرد عليه وده يدافع وده يدافع وده يهجم ده وده يهجم ده شفتوا مؤتمر الأهلي عمل إن برح شفتوا كلام الكابتن محمود الخطيب عمل إن برح اللي كان بيتكلم في نقطة نقطة بالتفاصيل قال لك الأول يا جماعة بإسم كارة كبيرة وعندنا مواهب كبيرة جدا جدا فلازم يبقى فيه شكل أفضل من كده ولوايح نمشي من خلالها في المسابقات يعني الأهلي قد بمكترحات أو الرؤية لمستقبل الكرة الإفريقية أو مش طالع بس أقول اللي حصل وليه اللي اتعامل معايا مش عابل لا أنا بقول لك كمان بحاول أحللك يعني خلاص قلنا الرؤية في الآخر قال لك الطلبات شوف النظام في سرد الأحداث والترتيب في اللي قاله الكابتن محمود الخطيب على مدار المؤتمر كله طلبات الأهلي كذا كذا إحنا يا جماعة عايزين ناتج سريع للتحقيقات وعايزين نعرف المتسبب في كل المعاقات اللي كانت قدام النادي الأهلي قبل المباراة النهائية فيما تعلق بقى بإيه بأن إحنا ما نعرفش ممكن ننظم المباراة كالتحاد الاتحاد يعرف لكن الأهلي ما تبلغش لأن المباراة الاتحاد يقول لك إيه أصل الأهلي ما قلناش والأهلي مش هيقول لك لأن الاتحاد الأفريكي مش هيخاطب الأهلي هو بيخاطب حضرتك كالتحاد مصري مش متخيل إزاي التحاد الكورة مش فاهم حاجة زي كده أنت بقى لما يخاطبك التحاد الأفريكي المفروض أنت إيه تخاطب الأندية المصرية اللي هم الأهلي والزمالك في التوقيت ده اللي كانوا موجودين ساعة لما الخطاب جاء لك يوم 19 هناير كان بالمناسبة الزمالك لسه في البطولة ما كانش خرج فطبيعي أن الخطاب ده يجي لحضرتك كالتحاد روح باعته للأهلي والزمالك يا جماعة خلوا بالكو إحنا ممكن ننظم إيه رأيكو فالأهلي والزمالك يردوا عليك فأنت تاخد قرار أو حتى بمجرد ما يجي لك طبعا الجواب ده لازم ترسله مباشرة لوزارة الشاور رياض اللي حصل أن هم إيه ما رسلوش لوزارة الشاور رياض غير يوم 14 أربعة 14 أربعة يع بعد ما الخطاب جاء بحوالي أكتر من 30 يوم اللي ها تلات شهور من 19 واحد لـ 14 أربعة تلات شهور بالزبط وخصوصا أن أنت كمان كان لازم ترد على التحضر أفريكي لحد يوم 28 اتنين أنت يا إما نسيتي إما تنسيت يا إما أصدت أنا بقى اللي يدايق بصراحة يا جماعة بانتهى صراحة ما فوق التحاد كورة يشوف كل الكوارس اللي هو عملها دي يطلع يقول يا جماعة أنا آسف إحنا منعتذر منعتذر للأهلي على اللي حصل إحنا أسرنا وحنتدارك الأخطاء دي إحنا لازم نعتذر لمصر كلها لأن زي ما حضراتكم عارفين دايما مصر رائدة في المنطقة بتنظيم الأحداث الهمة اللي زي نهاية دورة أبطال أفريكي البند اللي تشال من جواب الكاف عشان يروح للوزارة حاجات كارثية حاجات كارثية لكن ساعة ولا ساعة ونص بس من كلام النادي الأهلي قلبت الدنيا دا إن دا اللي يدل على إيه على قوة الأهلي وموقفه قوة الأهلي وموقفه خبه عندك دا مؤتمر الأهلي دا أدى لحاجات تانية كتير مهمة لمستقبل الكرة المصرية يعني لما الأهلي طلع يتكلم فاتطر الأستاذ جمال علام يطلع يتكلم وتطرق لجوانب أخرى بخلاف كثة الأهلي أدانته ويا ريته بصراحة ما تكلم يا ريته ما تكلم مع كامل الاحترامي لشخصه بصراحة لكن كلام قاله لا 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 ترجمة نانسي قنقر